بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس الخامس والثمانون قل هو أدى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك يعني يسألك الصحابة عن المحيض أي عن أحكام الحيض الذي يعتر النساء وسبب السؤال أن اليهود كانوا يتشددون في شأن الحيض تشددا عظيما بحيث إنهم لا يساكنونها في المنزل ولا يأكلون مما طبخته ولا يشربون مما شربت منه ولا يمسونها بأيديهم وهذا من جملة الأغلال والآصار التي عاقبهم الله بها فلما رأى المسلمون ذلك من اليهود وكانوا يجاورونهم في المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض أي عن ما يعتر النساء من الحيض والحيض لغة السيلان وأما الحيض شرعا فالمراد به دم دم ترخيه رحم المرأة في أوقات معينة خلقه الله في رحمها وهو دم طبيعة ليس دم مرض وإنما هو دم طبيعة وجبلة خلقه الله لحكمة غذاء الولد فإن المرأة إذا حملت ينقلب هذا الحيض غذاء للحمل عن طريق السرة سرة الحمل الطفل يتغذى به ولذلك قل أن تحيض الحامل لأن حيضها ينصرف إلى الجنين يغذيه الله به فإذا ولدت تحول هذا الدم إلى لبن يرضعه الطهر ولذلك قل أن تحيض المرضع الله خلق هذا الدم في المرأة لحكمة عظيمة وهو ليس نتيجة لمرض ولا نزيف وإنما هو دم طبيعة تركيبة في المرأة وهو دم نجس دم نجس وقدر فلذلك قال الله قل هو أذى فهو دم المحيط أذى بمعنى أنه نجس وقدر وأمر الله جل وعلا باعتزال المرأة في موضع واحد أمر الله باعتزال الحايض في موضع واحد فقط وهو المحيط أي مخرج الحيط بخلاف ما عليه اليهود فإنهم كانوا يتجنبون المرأة كلها ولا يضاجعونها ولا يقربون منها أما الإسلام فالله جل وعلا أباح للمسلمين أباح للمسلمين أن يستمتع الزوج بزوجته الحايض لجميع جسمها ما عدا الفرج وهو مخرج الحيض فإنه يتجنبه مدة الحيض فلا يجوز جماع الحايض لأن هذا المكان صار متلطخا بالنجازة ولأن جماع الحايض فيه ضرر ومرض فأمر الله باجتناب جماع الحايض حتى تطهر وتغتسل وهذا من جملة الأمور التي تحرم في حق الحايض أولا الجماع فلا يجوز لزوجها أن يجامعها ما دامت في الحيض أن يجامعها في محل الحيض وهو الفرج الذي يخرج منه الحيض أما أن يستمتع بها في غير الجماع في الفرج فلا مانع يضاجعها ويباشرها ويستمتع بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاضت زوجته أمرها أن تتزر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام ويستمتع بها ما عدا ما بين السرة والركبة فإنه يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تتزر أن تجعل عليه ساترا وحافظا وما تحت الركبة وما فوق السرة يستمتع به منها وكان صلى الله عليه وسلم ينام في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حايض وكانت ترجل شعره وهي حايض وكان يأمرها أن تأتي له بالخمرة من المسجد وهي القطعة القطعة الفراش التي يصلى عليها فكانت تدخل المسجد وهي حايض وتأخذ الحاجة منه وتخرج فهذا مما وسع الله به على المسلمين بأنهم يتجنبون الجماع في الفرج من الحايض وما عدا ذلك فلا بأس أن يخالطوها وأن يستمتع زوجها منها بما شاء من جسمها وأن تصلح له شأنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن فهذا الشيء الأول أنه لا يحل وطء الحايض في فرجها اعتزلوا النساء اعتزلوا جماعهن في المحيض يعني في الفرج وهو مخرج الحايض الشيء الثاني أن الحايض لا يجوز لها أن تصليه لا تجب عليها الصلاة ما دامت حائضا ولو صلت فصلاتها محرمة وليست عبادة لله عز وجل الشيء الثالث أنها لا تصوم وهي حائض لا تصوم وهي حائض ولكن تقضي ما أفطرته في مدة الحيض من أيام أخر تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وهذا من التخفيف على المسلمة لأن الصلاة تتكرر اليوم والليلة خمس مرات فلو أمرت بقضائها لا شق ذلك عليها أما الصيام فإنه لا يتكرر وإنما هو في شهر رمضان فقط فلا يشق عليها قضاؤه رابعا لا يجوز للحايض أن تطوفه بالبيت العتيق لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة بالحج محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج قال لها صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فالحايض لا تطوف بالبيت ما دامت حائضا وكذلك يحرم على الحايض قراءة القرآن يحرم على الحايض قراءة القرآن عند جمهور أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا فكانت الجنابة تحبسه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فكذلك الحايض لأن الحايض لأن الحايض مثل الجنابة حدث أكبر فيمنع قراءة القرآن عن ظهر قلب فالحايض لا تطرأ القرآن عن ظهر قلب قال بعض الأئمة إلا إذا خافت أن تنسى حفظها فإنها تقرأه لأن لا تنساه وهي حائل رخص لها بذلك إذا خشيت نسيان القرآن فإنها تقرأه من أجل أن لا تنساه ومثله الآن مثله الآن الطالبة وقت الامتحان إذا حاضت وقت الامتحان أجاء اختبار القرآن فلا بأس أن تقرأ للامتحان وهي حائض لأن هذا من الضرورة يرخص لها بذلك أما أن تقرأه في غير حالة الضرورة وكذلك وكذلك مما يحرم على الحائض مس المصحف الشريف فالجنب والحائض كل من عليه حدث أكبر لا يجوز وكذلك الذي عليه حدث أصغر المحدث حدث أكبر أو حدث أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن المحدث حدث أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف الشريف وأما أن يحمل المصحف في كيس أو في صندوق من غير أن يباشر مسه فلا بأس بذلك إنما الممنوع مس المصحف مباشرة وهو على غير طهارة وكذلك مما يحرم في حالة الحيض الطلاق لا يجوز للزوج أن يطلق امرأته وهي حايض قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم أي طاهرات من غير مسيس لعدتهم أي طلقوهن وهن طاهرات من الحيض من غير جماع فيحرم طلاق الحايض وإذا طلقها وهي حايض يأثم ويؤمر بمراجعتها لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حايض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها مره فليراجعها فإذا طلق امرأته ويحايض يجب عليه أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أن يطلقها في الطهر الثاني من غير جماع فلا بأس بذلك فهذه الأمور تحرم على الحايض والذي ذكره الله هنا الذي ذكره الله هنا منها الجماع اعتزل النساء للمحيض ثم قال سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن هذا تأكيد اعتزلوا ولا تقربوهن ألا من باب التأكيد ولا تقربوهن ليس المراد لا تقربو من أجسامهن أو مما يعملنه لا لا تقربوهن يعني لا تجامعوهن كناية عن الجماع فهو تأكيد للاعتزال حتى يطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن إيش الفرق بين يطهرن ويتطهرن الفرق واضح حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض ينقطع الحيض وذلك بأن ترى انقطاعه يقينا إما بأن ترى القصة البيضاء التي تدل على انقطاع الحيض وإما بأن تختبر المخرج لأن تضع فيه قطنة ثم تنظر فيها فإن رأت في القطنة شيئا من الأثر فيلا تزال حيضا وإن ظهرت القطنة بيضاء نقية فهذا دليل على أن الحيض قد انقطاع وهو ما يسمى بالنشاف هذا معنى حتى يطهرن يعني حتى ينقطع عنهن جم الحيض فإذا تطهرن يعني اكتسلن تطهرن يعني اكتسلن فقوله حتى يطهرن هذا ليس من فعلهن وإنما هو من فعل الله سبحانه وتعالى بهن وأما قوله فإذا تطهرن هذا من فعلهن وهو أن يستعملن الماء بالاغتسال لأن الحيض حدث أكبر يحل في جميع جسم المرأة فتزيله بالاغتسال الكامل على الجسم فإذا تطهرن هذا إذا كان عندها ماء أما لو لم يكن عندها ماء أو كان عندها ماء لكنها لا تستطيع أن تستعمله ولا تستطيع أن تغتسل فإنها تتيمم بالتراب فإنها تتيمم بالتراب وتطهر بذلك وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغالط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإذا لم تجد الحائض ماء عند طهارتها أو وجدت ماء لكنها لا تقدر على استعماله فإنها تتيمم بالتراب بأن تضرب بيديها على التراب الطهور وتمسح وجهها وكفيها وتطهر بذلك من الحيض فإذا تطهرن بهذين الشرطين يطهرن ويتطهرن فإنه يباح للزوج أن يطأ زوجته التي كان ممتنعا عنها فترة الحيض إذا انقطع دمها واغتسلت فإنه يباح له فإذا تطهرن فأتوهن هذا الأمر بعد النهي للإباحة الله حرم جماع الحائض ثم أمر به بعد أن تطهر وتتطهر هذا أمر إباحة كما عند الوصوليين أن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه للإباحة أي يباح لكم حينئذ أن تأتوهن أي تجامعوهن فإذا تطهرن فأتوهن أي جامعوهن يباح لكم أن تجامعوهن لكن من حيث أمركم الله أي في القبل تجامعوهن في القبل الذي كنتم ممنوعين منه وقت الحير من حيث أمركم الله أما الجماع في الدبر والعياذ بالله كما يفعله بعض السفلة الذين يجامعون النساء في أدبارهن هذه لوطية هذه لوطية والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فإذا تكرر منه ذلك ولم يرتدع فإنها تفصل منه تفصل منه المرأة ولا تبقى معه لأنه أصبح ليس آدميا وليس حيوانا لأن الحيوان ما يفعل هذا الحيوان ما يأتي الأنثى من الحيوانات ما يأتيها في الدور أبدا خلقه طبيعة ركبها الله في المخلوقات فالحيوان ما يأتي الأنثى في دبرها لا يأتي أنثاه في دبرها لكن ابن آدم إذا انحط والعياذ بالله صار أحط من البهاين والله جل وعلا يقول من حيث أمركم الله أي في القبل فوطء المرأة في الدبر حرام وتبيرة من كبائر الذنوب وملعون من فعله وإذا تكرر منه ولم يرتدع فلا يجوز لها أن تبقى معه بل تطالب بالانفصال عنه وتفصل منه شرعا ثم قال جل وعلا إن الله يحب التوابين يحب التوابين الله جل وعلا يوصف بأنه يحب فالمحبة من صفاته سبحانه من صفاته الفعلية يحب التوابين يحب المتقين يحب المحسنين فهو يحب سبحانه وتعالى هو يحب ويحب يحبهم ويحبون يحبه أولياءه وعباده المؤمنون وهو يحبهم سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بطوم يحبهم ويحبون فالمحبة من صفات الله جل وعلا الفعلية لكنه يحب أهل الصفات الحميدة كما أنه يبغض أهل الصفات اللميمة يبغض الكافرين والمنافقين ويكرههم سبحانه وتعالى فكذلك هو يحب المتقين والمحسنين والتائبين والتوابين إن الله يحب التوابين والتوابون كثير التوبة التواب هو كثير التوبة الذي كلما أذنب ذنبا تاب إلى الله عز وجل هذا هو التواب أما الذي لا يتوب من ذنبه فإن الله يبغضه أو الذي يتوب أول مرة ثم إذا وقع مرة ثانية ترك التوبة هذا يبغضه الله عز وجل أما الذي كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة فإن الله يحبه حتى ولو نهتاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب الله يحبه جل وعلا والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلا يقول الإنسان أنا أنا تبت ثم عدت إلى الذنب ما لي توبة ويترك التوبة يأتيه الشيطان ويقول أنت لعب تذنب ثم تتوب ثم تذنب ثم تتوب هذا تلاعب ما لك توبة هذا من الشيطان بل يتوب إلى الله مهما تكر ذنبه يكرر التوبة والله يحب من فعل ذلك شوف يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ويحبه الله جل وعلا هذا من كرمه سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين هذه صفة صفة ثانية ويحب المتطهرين المتطهرين الطهارة الحسية بالماء تطهرون من الحدث الأكبر والأصغر يتطهرون من النجاسة بالماء هذه طهارة حسية ومن ذلك ومن ذلك تطهر الحائض من الحلم هذه طهارة حسية من الحدث الأكبر الطهارة المعنوية الذي يتطهر من الذنوب والمعاصي والسيئات هذه طهارة معنوية الله جل وعلا يحب المتطهرين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية ومن ذلك تجنب الحائض فإن هذا من الطهارة تجنب الحائض تجنب جماع الحائض هذا من الطهارة وجماعها وهي حائض من النجاسة والله يكره هذا فالذي يتجنب ما حرم الله عليه هذا من المتطهرين والله حرم جماع الحائض فالذي يتجنبه هذا من المتطهرين الذين يحبهم الله لكن قد تسأل فتقول لو ابتلي الإنسان وجامع زوجته وهي حائض فماذا يجب عليه أن هذا قد يقع الجواب إذا ابتلي وجامع امرأته وهي حائض وهو يدري ويعلم إنه حائض فهذا عليه التوبة إلى الله عز وجل لأنه خالف ما نهاه الله عنه فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا ثانيا يرى بعض العلماء أن عليه الكفارة وهي التصدق بدينار أو نصف دينار والدينار هو المثقال من الذهب ويتصدق بمقدار مثقال بوزن مثقال من الذهب أو بنصفه كما جاء في الحديث وبعض العلماء يقول إن كان الوطء في أول الحيض فإنه يتصدق بدينار وإن كان الوطء في آخر الحيض فإنه يتصدق بنصف دينار وبعضهم يقول لا فرق بين أن يطر في أول الحيض أو في وسطه أو في آخره يتصدق بدينار أو بنصف دينار هو مخير هو مخير كما جاء في الحديث إن تصدق بدينار كامل فهذا أفضل وإن تصدق بنصف الدينار فهذا مجزي وهذا كفارة عما فعله ثم قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم نساؤكم أي زوجاتكم حرث لكم ما معنى حرث لنا معناها أنهن محل للنسل والذرية الله جل وعلا جعل المرأة محلا للحمل والولادة فهي محل للذرية فهي حرث مثل ما أنك تنثر البذر في الأرض تنثر الحب في الأرض فينبت ويكون زرعا وشجرا كذلك رحم المرأة تلقي فيه النطفة فيخلق الله منها الجنين وتحمل ثم تلد فهي تلد المرأة تلد الرجال وتلد النساء وهذه حكمة الله جل وعلا في خلق المرأة أنه خلقها لمصالح عظيمة أعظمها أنها تلد أنها تلد الذرية والنسل الذي يبقى ويتسلسل الله جل وعلا خلق من كل شيء من أجل بقاء النسل فالمرأة حرف للرجل حرف للرجل بمعنى أنه يلقي فيها النطفة في رحمها فيخلق الله منها الذرية مثل ما إذا ألقى البذر في الأرض أنبت الله منها الزرع فهي حرف المرأة حرث والمرأة سكن للرجل خلق منها زوجها ليسكن إليها من رحمته أن خلق ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالمرأة سكن للرجل والمرأة حرف للرجل والمرأة مربية ذرية وربة بيت المرأة ربة بيت ومربية أطفال والمرأة سكن لزوجها يطمئن إليها ويستأنس بها وتعينه على أموره هو يشتغل خارج البيت ويتشتغل في داخل البيت ويتكامل بذلك المصالح مصالح العباد أما الذين يقولون إن المرأة لا بد أن تكون مثل الرجل تتحمل أعمال الرجل فهذا من انتكاس الفطر المرأة لها أعمال والرجل له أعمال وخلقة الرجل تختلف عن خلقة المرأة فلا يجوز للمرأة أن تقوم بأعمال الرجال ولا يجوز للرجال أن يقوموا بأعمال النساء فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال فكل من الرجل والمرأة له وظيفة في الحياة لا بد أن يقوم بها فإذا غيرت هذه الوظيفة فإن هذا يفسد المجتمع هذا يفسد المجتمع ويفقد الرجل المصلحة من المرأة ويفقد المرأة المصلحة من الرجل فهذه سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى أنه جعل للرجال أعمالا تليق بهم وجعل للنساء أعمالا تليق بهن فلا يجوز أن يعفس الأمر كما ينادي بذلك أهل الشر وأهل النفاق وأهل الكهر الذين يريدون أن يخرجوا المرأة عن وظيفتها وعن مكانتها وأن يحملوها ما لا تستطيع أن يحملوها أعمال الرجال هذا من انتكاس الفطر ومن فساد المجتمعات ولا حول ولا قوة إلا بالله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم ما معنى هذا معنى هذا أنك تجامع زوجتك في القبل من أي جهة شئت المهم أن يكون الجماع في القبل من أي جهة من الخلف أو من الأمام أو وهي مستلقية أو على جنبها أو واقفة أو جالسة المهم أن الجماع يكون في القبل من أي جهة شئت أنا شئتم ومن حيث سيسر لك فلابد أن يكون الجماع في القبل وأما الجهة فهذا ليس لها حد محدد كانت اليهود يمنعون من إتيان المرأة من الخلف في القبل يقولون لا بد يأتيها من الأمام فإن أتاها من الخلف في قبلها يأتي الولد أحول كما يقولون الله رد عليهم فقال سبحانه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم ما أحد يتدخل في شانكم المهم أنك تجامع في القبل هذا هو المهم أما أنك تأتي من هنا ومن هنا هذا ما هو ما حد يتدخل في شانك أنت ويأ أنت وزوجت هذا المعنى معنى الآية فأتوا حرثكم أنا شئتم شف قال حرثكم يعني لا تجامعها إلا في محل الحرف وهو القبل فالذي جامعها في محل الدبر هذا في غير محل الحرف ما القبل الدبر ليس محلا للجماع وليس ينتج ما ينتج شيء الجماع في القبل ينتج لأنه في الحرف في مكان الحرف أما الجماع والعياذ بالله في الدبر فهذا فساد ولا يؤدي إلى شيء وأيضا هذا يحدث المرض يحدث الأمراض الفتاكة في المجتمع نجاسة رجس انتكاس البشرية فأتوا حرثكم جعل حرثكم أي مكان الحرف وهو القبل أنا شئتم يعني من أي جهة خلافا لليهود الذين يقولوا لا ما يجوز إلا من جهة واحدة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم أيش معنى قدموا لأنفسكم قدموا لآخرتكم مش تقدمون لآخرتكم ما هو الذي يقدم قدموا لأنفسكم قال بعض العلماء قدموا لأنفسكم يعني الذرية قدموا لأنفسكم يعني تسببوا في إنتاج الذرية فإنها تنفعكم أحياء وأموات قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا محل للشاهد ولد صالح يدعو له فأن تقدم لنفسك حينما تجامع زوجتك ليس القصد هو قضاء الشهوة فقط ولكن القصد أعظم من ذلك وهو أنك تطلب الذرية التي تنفعك في حياتك وبعد موتك فيكون قصدك بذلك الأعظم إنتاج للرية لا قضاء الشهوة فقط قضاء الشهوة مطلوب بلا شك ومعه ومما أباح الله جل وعلا بل فيه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل زوجته فقد تصدق هذا من الصدقة وفي بضع أحدكم له صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه ثم قالوا نعم كذلك إذا وضعها في حلال كانت له صدقة فالجماع يقصد منه مقاصد عظيمة أولا الإعفاف إعفاف الفرج من الفاحشة هذه مصلحة عظيمة قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصري وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه فوطع الزوجة فيه مصالح وحكم أعظمها الإعفاف أن تعف نفسك وأن تعف الزوجة عن الحرام ومن أعظم مقاصد الجماع الذرية طلب الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها المجتمع المسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فالذرية إذا صلحت نفعت الوالدين ونفعت المجتمع المسلم قدموا لأنفسكم يعني يطلبوا الذرية الصالحة هذا مما تقدمونه لأنفسكم فلا تنسى هذا لا تنسى هذا هذا مما صالح الزواج ومما صالح الجماع فلا تنسى هذا المقصد العظيم وهو طلب الذرية والإنجاب بعض الأزواج يكره الذرية لأن فيه دعاية من الكفار ينفرون من الذرية ومن النسل ويريدون من المسلمين أن يحددوا النسل يقولون لألا يكثر النسل فتشحل الموارد ويقل للرزق هذا اعتقاد أهل الجاهلية من قبل أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم خشية إيش خشية الفقر هؤلاء يعيدون مذهب الجاهلية الله جل وعلا ما يخلق خلقا ويضيعه أبدا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهو لا يخلق خلقا إلا ويقدر له رزقه وبالعكس إذا كثرت الذرية كثر الإنتاج كثر اللي يشتغلون واللي يعملون المصانع واللي يبيعون ويشرون ويكثر الإنتاج أما إذا قلت الذرية قل الإنتاج فبالعكس عكس ما يقولون قبحهم الله بعض المسلمين تأثر بهذا فلا يريد الذرية أو يريد يحدد النسل أثنين أو ثلاثة طيب أن تضمن إن هالثنين والثلاثة يصلحون قد يفسدون أن تضمن إنهم يبقون ولا يموتون أنت ما تعلم ما تعلم ماذا يكون لهؤلاء الأولاد فعليك بالإكثار من الذرية ولا تخف من الفقر قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خسية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فالله الذي يخلق الأولاد يخلق لهم الرزق فلا تهتم برزقهم وبمؤونتهم لأن لهم ربا يرزقهم سبحانه وتعالى أنت لا ترزق نفسك نحن نرزقكم وإياهم أنت ما ترزق نفسك فكيف ترزق أولادك الذي يرزق الجميع هو الله جل وعلا فعليك أن تتوكل على الله ولا تكره كثرة الأولاد أو كثرة الذرية فإن هذا من المصالح العظيمة لك وللمجتمع وهذا أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه وفي هذه الآية وقدموا لأنفسكم أي اطلبوا الذرية الصالحة التي حينما تجامع زوجتك تكون سببا في إيجادها وتقديما لها وقال بعضهم الآية عامة قدموا لأنفسكم يعني اطلبوا كل ما ينفعكم في الدنيا والآخرة من الذرية ومن الأعمال الصالحة ومن الحسنات والصدقات وغير ذلك قدموا لأنفسكم من الخير ما تجدونه عند الله فالآية عامة قدموا لأنفسكم لا تنسوا أنفسكم قدموا لها الدرية قدموا لها الأعمال الصالحة قدموا لها الصدقات والنفقات كل هذا تقدمه لنفسك ألاحظ قوله جل وعلا وقدموا لأنفسكم أنت حينما تقدم الخير تقدمه لمن تقدمه لنفسك فكيف تحرم نفسك من عمل صالحا فلنفسه أن تعمل لنفسك أنت بتعمل للناس ولا تخف أنه يأخذ منك حسنة واحدة أبدا لا تخف حسناتك محفوظة عند الله جل وعلا لا يضيع منها شيء إن الله لا يظلم مثال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فأنت تقدم الأعمال الصالحة ولا تخش عليها من الأخذ أو الضياع أو النسيان لا تخش ذلك الله جل وعلا يحصيها لك بل وينميها لك ويضاعفها لك ثم يوفيك إياها أحوج ما تكون إليها يوم القيامة قدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله قدموا لأنفسكم واتقوا الله وهذا أمر بتقوى الله يعني اتخذوا وقاية بينكم وبين العذاب وبين غضب الله وقاية تقيكم من غضب الله ومن ناره ما هي الوقاية؟ الوقاية هي طاعة الله سبحانه وتعالى لا يقيك من النار ولا من غضب الجبار إلا الأعمال الصالحة هي التي تقيك لا يقيك منها المال والزرية والحصون والدروع ما يقيك من النار إلا تقوى الله بفعل أوامره سبحانه وترك ما نهى الله وترك ما نهى الله عنه واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون نعم نعم واعلموا أن الله بكل شيء عليم واعلموا أنكم ملاقوه نعم استنتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه اعلموا أيها العالم أيها الناس أيها المسلمون اعلموا جميعا أنكم ملاقوا الله جل وعلا أنتم تسيرون إلى الله ليلا ونهارا مردكم إلى الله ليس لكم محيد عن لقاء الله سبحانه وتعالى ما أحد يفر أو يختفي أو يتخلف أبدا كلكم تسيرون إلى من إلى الله جل وعلا وستلاقونه يوم القيام تقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بأنه يميتكم يميتكم وينقلكم من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة ويجمعكم في المحشر ثم يخاسبكم على أعمالكم ويجازيكم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر أعلموا أنكم ملاقوه اجعل هذا أمامك دائما اعلم أنك ملاق الله سبحانه وتعالى فاستعد استعد للقاء الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى لو أن ملكا من الملوك حدد لك مدة تلاقيه فيها وتجتمع معه فيها وهو ملك له هيبته وله سلطانه وله بطشه أما تخاف من هذا الملك مع أنه مخلوق تخاف منه وتستعد للقاء لكل ما عندك من العدة بتفقد حالك وبتذكر ما حصل منك وبتهيئة جسمك بالزينة والمنظر الحسن وتخير الكلام الطيب لملاقات هذا الملك وهو مخلوق ضعيف مثلك فكيف بالله جل وعلا الذي قال لك اعلم أنكم ملاقوه لماذا لا تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستعداد للقاء واعلموا أنكم ملاقوه لكن لا تقنطوا من رحمة الله وبشر المؤمنين بشر المؤمنين أنهم إذا لقوا ربهم فسيجدون عنده الخير والرحمة ويجدون عنده الجزاء الحسن بشر المحسنين والمحسنون هم الذين أحسنوا فيما بينهم وبين الله بعبادته وحده لا شريك له وأحسنوا فيما بينهم وبين الناس وذلك بالعدل وعدم التعدي على الناس وأداء الحقوق إلى مستحقيها ولم يظلموا أحدا هذا هو الإحسان تحسن إلى الناس بل إنك تتفضل على الناس بالمعروف هل من الإحسان والإحسان حتى إلى البهايم تحسن إلى البهايم العجمة تحسن إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحة هذا في حال الذبح تحسن فكيف بحال البقاء تحسن إلى البهايم تعطيها ما تحتاج إليه من العلف من الشراب قال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاج الأرض دخلت النار بذلك وغفر الله لامرأة بغي لسبب أنها سقت كلبا وجدته يلهث من العطش فنزلت إلى البئر وأخذت بخفها ماء فأسقت الكلب فشكر الله لها ذلك وأدخلها الجنة فالإحسان مطلوب الإحسان مطلوب فيما بينك وبين الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له وتجنب ما حرم الله عليك والإحسان فيما بينك وبين الناس والإحسان فيما بينك وبين المخلوقات والبهايم فإن الله جل وعلا يبشر المحسنين وهذا فيه أن المسلم أنه يبشر ولا ينفر كما قال صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفر ويسروا ولا تعسروا فالمسلم يبشر بالخير ويبشر بالسرور ولا ينفر الناس ولا يقنط الناس من رحمة الله بل يرغبهم في التوبة يرغبهم في الأعمال الصالحة يرغبهم في الخير ولا ينفرهم من ذلك ويقنطهم من رحمة الله ويغلظ عليهم فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسر قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين فالمسلم يكون ميسرا ميسرا لهم بأن يساعد المحتاج بأن يساعد المحتاج وينظر المدين المعسر هذا من التيسير وكذلك من التيسير أنه يفتح لهم باب الرجاء برحمة الله عز وجل ولا يقنطهم من رحمة الله ولا يشدد عليهم وينفرهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسغله بنفسه واردد كيده في نحره واكفنا شره إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين والمنافقين اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم واشغلهم بأنفسهم إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم أدر عليهم دائرة السوق وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احمي بلادك وعبادك من كيد الكائدين وطغيان الطاغين وإفساد المفسدين يا رب العالمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء يقول السائل هل حديث لعن الله النامسة والمتنمسة حديث صحيح وما معناه؟ نعم حديث صحيح لا شك فيه ومعناه النامسة التي تزيل شعر الحواجب تزيل شعر حواجبها إما بالقص وإما بالنتف وإما بالحلق وإما باستعمال الأشياء التي تزيل الشعر هذه هي النامسة والمتنمسة التي تطلب من يفعل ذلك بها تطلب من يزيل شعر حاجبيها هذه هي المتنمسة الطالب أهل النمس كلاهما ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من المغيرة لخلق الله التي تعهد الشيطان أن يأمر بني آدم أن يغيروا حلق الله ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله فالنمس من تغيير خلق الله ومن فعلته فيملعونه نعم يقول ما معنى اللهم اجعله فرطا في الدعاء للطفل الميت الفرط هو الذي يسبق يسبق والديه الفرط من حيث العمو هو الذي يسبق إلى الماء الذي يسبق إلى الماء يهيئ الماء لأهله والفرط المراد به هنا الصغير الذي يموت لأنه يسبق والديه إلى الجنة ويشفع لهما فإن الفرط يشفع لوالديه يوم القيامة نعم يقول هل أكل كبدة الجمل ناقض للوضوء فيها خلاف بعض العلماء يقول إنها لا تنقض الوضوء الكبد والكرش المصران لأنها لا تسمى لحما في اللغة لا تسمى لحما في اللغة ولو أوصيت واحد يشري لك لحم شرالك كبد ولا مصران ولا كرش ما نفذ الوكالة يقولون كذا ولكن الصحيح أن كل كل ما يحتويه البعير فإنه ينقض الوضوء من اللحم والكرش والكبد والمصران والعصب كل ما يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء نعم هل يجوز بيع ماء زمزم لا بأس لذلك إذا حازه الإنسان إذا حازه بإنائه أو بالجوالين اللي معاه فإنه يبيع لأنه أصبح ملكا له نعم تقول إذا ثبت عن رجل أنه ساحر فهل يعين بالكفر وكذلك تارق الصلاة تكاسلا الساحر يكفر نعم الساحر بلا شك أنه يكفر والدليل على ذلك قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى أن قال وما يعلمان من أحد يعني يعلمان السحر حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني فلا تتعلم السحر فدل على أن الذي يتعلم السحر أنه كافر وقال في آخر الآية ولقد علموا لمن اشتراه يعني السحر ما له في الآخرة من خلاق يعني نصيب من الجنة دل على كفره دل على كفره وقال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله لو أنهم آمنوا يعني تركوا السحر فدل على أن السحر كفر ينافي الإيمان السحر كفر تعلمه وتعليمه وتعطيه والواجب أن الساحر إذا ثبت عليه أنه ساحر إما بإطراره أو بالبينة أنه يقتل بكل حال يقتل بكل حال كما قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وكما أمر عمر رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة بخلافته نعم يقول وأما الشق الثاني تارك الصلاة تارك الصلاة متعمداً يكفر ولو لم يجحد وجوبها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكهر ترك الصلاة ترك الصلاة فإذا تركها كفر وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر علق الحكم بتركها لا بجحد وجوبها فقط بل بتركها نعم يقول وضع عندي رجل البضاعة وقال لي أريد ثمنها بكذا قيمة معينة وإذا تحصلت على سعر أكثر فهو لك فما صحة هذه الصورة لا بس بذلك إذا قال بيع هذه السلعة بكذا وكذا وإن جابت أكثر فالزيادة لك لا بس بذلك أنه سمح لك بهذا أعطاك يا نعم من أدى العمر هل عليه طواف ودع ليس عليه طواف ودع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر